موسيقى مساء الخير وأهلا بيكو حلقة نهاية الأسبوع وكلمة أخيرة حلقتنا النهر ده فيها أخبار كتيرة في مقدماتي المؤتمر الصحفي للرئيسين السيسي والجزائري تبون الذي كشف الرئيسين عن مزيد من التعاون والتوافق بين البلدين في قضايا مختلفة في مقدماتها ليبيا فلسطين سد النهضة والتوافق حول عقد القمة العربية في حلقتنا أيضا هنتكلم عن هذا المؤتمر الصحفي وما خرج منه ولكن أيضا في مؤتمر في فقرتنا الأولى هنتابع استعدادات المنتخب المصري لمباراة الغد الفاصلة مع الكوديفوار في أمم أفريقيا محمد صلاح منذ قليل قال في مؤتمر صحفي مع كيراش أن هذا هو وقت دعم المنتخب المصري ومش وقته أن احنا نقول هذا اللاعب ينتمي لأي فريق أو ينتمي لأي نادي المهم الآن أن يشعر المنتخب المصري أن الجماهير وراء والحقيقة النهر سالة مهمة جدا لكل الجماهير عايزين جماهير مصر عايزين الفريق يشعر أن جماهير مصر كلها وراء هذا الفريق وأن احنا كلنا بندعم هذا الفريق أيما كانت النتيجة متأكدين أن لعبتنا هيكونوا رجالة رجال في الأداء بمعنى الرجولة في الأداء واليعني الاستماتة من أجل إحراز النصر على الكود ديفوار والحقيقة أن هذه البطولة دي فيها مفاجآت تونس خرجت نيجيريا تونس ما كانش فريق قوي خرجت نيجيريا دلوقتي إحنا بنتكلم فيه أنه المغرب برضو عندها مباراة مهمة حاليا يعني مغلوبة واحد صفر حتى هذه اللحظة إحنا بنتكلم من ملاوي وهي فرقة مش قوية إحنا هنا بنتكلم على إمبارح جزر القمر لعب مباراة تاريخية تاريخية ما كانش فيها جول كيبر اللي كان واقف جول كيبر اتنين جول كيبر عندهم كورونا اللي كان واقف جول كيبر واحد من الدفنس واحد من الدفاع ومع ذلك اتغلبوا اتنين واحد بصعوبة من الكاميرون والحقيقة ماتش الكاميرون مبارح شاهد أحداثها مؤسفة تدافع في نهاية المباراة بين الجماهير أدى إلى مقتل تمانية وجرحة كثر وفي تداعيات لهذه المباراة فإحنا بنتكلم أنها بطولة فيها مفاجآت فيها كثير من المفاجآت فرق قوية جدا بتخرج من فرق يعني ما كناش متوقعينها ولكن حماس الفرق التي تلعب وإصرارها على النجاح وهو ده اللي احنا متوقعينه من الفريق المصري غدا كلام صلاح الحقيقة مؤثر جدا لأنه بيقول أن هذا فريق مصر ليس فريق صلاح وغير صلاح هذا فريق مصر وعلينا أن ندعم الفريق المصري وعلينا أن ندعم كل اللاعبين المصريين يعني بغض النظر عن انتماءاتهم والحقيقة ده كلام مهم جدا وعلينا أن ندعم الفريق المصري المنتخب المصري كلنا وراء المنتخب المصري نتمنى ونتوقع من اللعيبة أداء جيد أداء ممتاز أداء رجولي أداء قوي لأن احنا عارفين مدى حماسهم وده اللي قاله محمد صلاح أيضا مدى حماسهم لتحقيق هذه البطولة وتحقيق إنجاز للكرة المصرية في النصف الثاني من حلقتنا طبعا هنتكلم عن الكرة وفي النصف الثاني من حلقتنا نجمتنا هذه الحلقة هي النجمة ماي سليم نجمة متعددة المواهب ما بين الغناء والتمثيل وتقديم البرامج طبعا الغنى والتمثيل أكتر قدمت مؤخرا حكاية اعمل نفسك ميت وهو مسلسل حقيقة فيه كثير من التعقيدات هنتكلم عليه ضمن حلقات مسلسل نصيبي واسمتك هنتكلم مع ماي عن أدوارها المختلفة بتحب إيه أكتر غنى ولا التمثيل ولا غيره لكن مع الفن بقى فيه دور مهم تاني فيه الأمومة وماي كسنجل مادر أو كأم بتقوم بكل الأدوار بيبقى عندها صعوبة زي كل الأمهات اللي بيقوموا بكافة الأدوار خاصة لما بيكونوا بيشتغلوا وهم أيضا أمومة وشغل الدنيا بتبقى صعبة شوية ونتكلم طبعا على علاقتها بإخواتها مايس ودانا لأن احنا عارفين التلاتة دايما عاملين كده شكل جميل من الحالة الفنية ماي سليم هي ضفتنا النهاردة لنبتدي الحالة موسيقى